منه لله توم كروز بيصعب الامور جدا على اي ممثل يجرب يعمل اكشن بعده على طول لان زي ما قال الكبير طعم الدفاحة بعد الشكلات هماسخ ماينفع السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو دا جريمان حلقة النهاردة بقدمها بالشراكة مع موفيز بوبكورن والنهاردة معانا الفائزين في مسابقة المراجعات والمقالات النقدية عملية الاختيار حقيقي كانت صعبة لان المتوسط العام لجودة المشاركات كان مرتفع جدا فاحب اشكر كل اللي شارك واحب اهني الفائزين عمار هاني في المركز الثالث وجائزة مليون دولار عمار هاني في المركز الثالث وجائزة 200 دولار حسن سلامة في المركز الثاني وجائزة 400 دولار وباسل محمد علي في المركز الاول وجائزة 600 دولار والناس بتوع موفيز بوبكورن عاوزينك في موضوع حابب اشكر موفيز بوبكورن لان الجوائز كلها مقدمة منهم لذلك فان شاء الله التواصل وتسليم الجوائز حيتم من طرفهم ومن خلال معلومات الاتصال اللي شاركتوها معانا كمان في الوصف بتاع الحلقة دي حاطت لينكات قنوات زملاء مراجعين شاركوا معانا في المسابقة وحقيقي يستحقوا الدعم فارجوكم ادوهم فرصة اشتركوا في قنواتهم وتفرجوا على شغلهم بنفسكم وطبعا ما تنسوش تشتركوا في حسابات موفيز بوبكورن في انستاجرام وتويتر من اللينكات اللي تحت في الديسكريبشن احداث فيلم دا جريمان بتدور حول قاتل محترف يلقت بالسييرا سيكس بيشتغل لصالح المخابرات المركزية الامريكية وبيقوم بعمليات تصفية للناس اللي مش كويسين وفي احد المهمات بيقع في ايده سر خطير بيجعله هو شخصيا مطارد من المخابرات المركزية الامريكية اللي بيكلفه عدد كبير من القتلى والعملاء بمحاولة الايقاع بيه وعلى رأسهم القاتل السايكوباتي لويد هانسون وبتنطلق مطاردات واشتباكات كتير ما بينهم عشان نشوف مين اللي حينتصر فيا ترى ايه اللي حيحصل اسباب كتير بتدي فيلم The Grey Man قدر كبير من الاهمية الفيلم من بطولة رايان جوسلينج وهو نجم صف اول بكل تأكيد وبيشاركو كريس ايفنس كابتن امريكا شخصيا معاهم انادي ارماس وهي من اهم الممثلات اللي موجودين حاليا وعلى جانب كده عندنا ريجي جين بيج وبيلي بوب ثورنتن الاخراج للاخوة روسو اصحاب تاني انجح فيلم في تاريخ السينما ميزانية انتاج الفيلم تقدر بـ 200 مليون دولار يعني من اكتر الافلام اللي اتصرف عليها في تاريخ ناتفلكس وهو اول فيلم في تاريخ ناتفلكس بيتعرض عندنا في المنطقة في دور السينما قبل ما ينتقل للخدمة الرقمية المنزلية يعني من المفترض اننا امام فيلم غير عادي بس بعد ما شفت الفيلم لقيت ان اللي بيفصل ما بينه ما بين العادي حاجات بسيطة جدا حاجات تعبت عشان الاحظها وحتعب عشان اشرحها قصتنا بسيطة جدا وما فيهاش اي تلاعب مشاهد الاكشن بتاعتنا وان كانت ضخمة لكنها غير مبهرة تصميم مشاهد الاشتباكات التصوير المؤثرات البصرية كل العناصر الفنية والتقنية عادية جدا حتى الاداء التمثيلي من كل الاسماء اللي قلتلكم عليها الملفت فيه قليل جدا اه طبعا فيه جاذبية في الحضور بتاع رايان جوسلينج وكريس ايفنز وفيه التناغم ما بين رايان جوسلينج وكريس ايفنز على جانب وما بين رايان جوسلينج وانا دي ارماس على الجانب الاخر وده ببساطة لان رايان جوسلينج من الممثلين اللي سهل جدا يخلقوا تناغم مع اي حد لذلك انا عاوز اقول ان الفيلم ده استفاد منه اكتر ما هو حيستفيد من الفيلم وده كلام ينطبق على كل فريق الممثلين فيما عدا كريس ايفنز لانه نجح في انه يخرج من عبائد كابتن امريكا صاحب التركيبة الاخلاقية المثالية وبيلعب دور شخصية مع عندهاش رحة الاخلاق ونجح في تكسيدها وعنده عدد كويس من اللحظات المطيرة للإعجاب بعضها لحظات كوميدية او لحظات خفيفة ودي من الحاجات اللي كانت كويسة في الفيلم بس كانت قليلة وهو عموما احداث الفيلم بتتحسن كتير في النص التاني في النص الاولاني انا كنت مشغول جدا بالبحث عن نقاط التميز ولما يقاست درجة اهتمامي باحداث الفيلم قلت كتير خصوصا وان اقعنا كان سريع جدا خصوصا كمان وان الاحداث كانت متوقعة وما فيهاش رحة المفاجآت والثنائيات اللي حقيقي كانت ممتعة مبدأتش تظهر بالشكل المطلوب الا في النص التاني عايز اقول كمان ان مشاهد الاكشن في النص التاني كانت افضل من النص الاول مش على مستوى التصميم او التنفيذ بس كان فيها مواجهات حاسمة اثارت اهتمامي وكان فيها مفرقة كوميدية ما بين رايان جوسلينج وانا دي ارماس كانت موفقة جدا وتلعب عليها كتير بس هو عموما الاكشن بتاع الفيلم بعيدا عن ضخمته مفيهوش ما يبقى في الذاكرة مليان تقطيع وانتقالات كتيرة جدا لدرجة اني في اوقات كتيرة كنت بفقد تركيزي وما بخدش بالي مين اللي بيدرب مين بس بصراحة مشاهد الاكشن فيها استخدام فريد للدرونز طبعا احنا كل معلوماتنا عن الدرونز في الاعمال العربية هي انها بتطلع لفوق وبتصور اللي تحتها بس في الفيلم ده تم استخدامها ككاميرا التتبع رائع في مشهدين او تلاتة الكاميرا كانت بتبدأ من نقطة بعيدة شوية عن مكان معين وبتطير لغاية لما بتدخله وبتتجول جواه شوية كمان طبعا ده يمكن تنفيذه عن طريق مصار محدد للكاميرا وشفناه كتير جدا ومن زمان قوي بس في الفيلم ده الحاجات اللي الكاميرا عدت من فوقيها ودرجة التمايل والارتفاع والانخفاض بتديني الانطباع ان ده اكيد درون شفت والنبي وصلت الفين عشان نلاقي حاجات تميز الفيلم ده جريمان فيلم عادي ولكنه بكل تأكيد فيلم مش وحش درجة استثماره في معطيات نجاحه منخفضة جدا ولكن عنده لحظات كتير ضريفة لو تسألوني اش معنى نتفليكس اختاره الفيلم ده عشان ينزل عندنا في السينمات قبل ما ينزل في الخدمة الرقمية حقولكم مش عارف لو كانت حاجة في العقود والاتفاقات الانتاجية والتوزيعية فانا بكل تأكيد مش فاهم طبعا ولكن فاهم يعني اما لو كان رهان على درجة الجودة والتميز ففي رأي الشخصي ده رهان في غير محله فيلمنا هو بداية سلسلة من الافلام مأخوضة عن سلسلة الروايات للكاتب مارك جريني كلها من بطولة شخصية سييرا سيكس يعني الاخ راين جوسلينج وقع في الفخ فهل ممكن الافلام القادمة تلاقي في الروايات اللي يخلق لها طابع متميز بجد؟ بكل تأكيد اتمنى تقييمي لفيلم ده جريمان هو ستة ونص من عشرة ولو كنت اختبرته في تجربة مشاهدة منزلية التقييم كان ممكن يرتفع منقشة الحلقة في رأيكم ايه من افلام ناتفلكس السابقة كان يستحق انه يتعرض عندنا في السينمات قبل ما ينزل في الخدمة المنزلية ياريت تساهموا برأيكم في الكومنز الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شيروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تبقوني على فيسبوك تويتر ونيمو انستجرام وباي باي